نائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي وعدد من أعضاء مجلس الصندوق وده كان بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء السفيرة بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح بيعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية مع التحديات ورئيس كمان أكد تقديره لوعي الشعب وإدراكه لطبيعة التحديات اللي بتواجهها مصر خلال الفترة اللي فاتت وأكد كمان أن مصر بتسير على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية نائب مدير صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر وأكد أنها خطوات جريئة وشجاعة وأن الصندوق حريص على موصلة التعاون مع مصر وكمان توفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر